9-1-1 مركز متأكد أنه راح يبهرك خليك معي مركز متأكد أنك لا تدري لش فكرة 9-1-1 كان في الصورة النمطية براسي عن غرف العمليات التي تستقبلت صلاة في وزارة الداخلية أنهم عسكر قاديين عندهم زمزمية وعندهم شابورة يغطون حليب وشاهي ويردون حيك الله معك العمليات كده يتوقع الصورة النمطية لكن تبي تمبهر تبي تمس كراسك تخليك معي في هذه التجربة التي نفلت في منطقة مكة المكرمة سوف تعمم على باقي المملكة إن شاء الله قريبا تجربة خيالية أبدأ مع عبدالطيان الساكلة بالخير الساكلة بالنور وإياك الله وسلمان كيف نبدأ الجولة ونبدأها إن شاء الله من قسم استقبال البلاء ونبدأ مع بعض برحلة البلاء إياكم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هذا قسم استقبال البلاغات تتقوم من 120 رجل أمن على مدار الساعة وينقسم برضه إلى جملاً لنا يحدثون خمس لغات أجنبية بالإضافة للغة العربية بث لغات بالإضافة للقسم النسائي يستقبل البلاغات باللغة العربية وكلهم يحدثون اللغة الإنجليزية حاملين مؤهلات علية من باكالوريس الماجستير كيف نكاكم تشوفونهم الآن ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الساكم الله بالخير جميعاً ساكم الله ما شاء الله الآن مثل ما تشوف قسم في 120 رجال ما تسمع صوت عالي ليش؟ من قضل التصميم الموجودة يعني لو تلاحظ العوازل الموجودة هذه منها جمالي ومنها برضه انها تعزل الصوت بين الكونترات في كل البلاغ واللمبة الحمر هذي وشي؟ اللمبة هذي عشان الزوايا من نحن أمنية عشان برضه واحد ما يتكت الزوايا يكون فيه إرشاد وبرضه خط للطوارئ أثناء الأخلاق ما شاء الله تبارك الله تنوش تكارت؟ تكارت الأفلام المميكية اللي لجاء ورحون لأ الفضاء تكارت القوة تكارت القوة إن شاء الله تبارك الله الحقيقة راه حتى الصورة ظالمتنا المشهد إن شاء الله تبارك الله إن شاء الله تبارك الله هذا قسم ترحيل البلاغات وينقسم عدة مجموعات أمن ونطرق منطقة مكة دوريات العاصمة المقدسة دوريات جدة دوريات الطايف مرور جدة مكة الطايف الدفاع المدينة جدة ومكة الطايف كلهم موجدين في الصالة هذه ويطلون على الشاشة الشاشة اللي نشوفها الآن مثال يا منصور عندك بعض الحوادث تكون حوادث مزدوجة إيش يعني مزدوجة؟ مزدوجة فرضنا سيارة الآن على الطريق الدائري واصدمت لا سمح الله من خلق واصدمت عامود كهرب وما سورة مياه والرجل مصاب ومحتجز بالسيارة في الحالة هذه انت تحتاج كم جهة باشر تحتاج الامرور تحتاج الدفاع المدني تحتاج الهلال الأحمر تحتاج شركة المياه تحتاج شركة الكهرباء وتحتاج الأمانة إذا كانت من نفس المحافظة البردية يعني أن لبلغت هنا أصلهم كلهم الآن هنا مستقبل البلاغ في القسم الأول اللي شفتهم من يوم يستقبل البلاغ ويحلل البلاغ عنده يختار المعلومات الموجودة على حسب البلاغ الموجود ويتحول خلال ثلاثين ثانية على جميع الجهات وتباشر بوكتوا أثور الشباب هنالي هم الخدمات المساعدة للعمل الأمني الزملاء من المياه والكهرباء من أمانة أمانة جدة أمانة مكة أمانة الطالب الهلال الأحمر ووزارة الصحة كلهم موجودين في المركز لخدمة أي طالب لخدمة سميو 11 كاميرات هذه مره مره عالية الدقة المراقبة كل المنطقة الغربية تخيل يقولون الزوم هنا يقدر يحدد ماركة ساعة اليطوف وطيبة حيث يضم الزرى رسول السلام لكل ورى يرى كل شيء بها أخضرى ونجتو عرير أسود الشرى ستبقى لمجد الأولان الضرى يجب المراقبة ونحن نخلق أمانا رفع هذه الصالة الأولى توصورت وهذه الصالة الثانية المتابعة الأمنية وفيها إدارة للحشود إن شاء الله تبارك الله أقول لكم الله شيء مبهر 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 التصوير أنا متعكد من ظالمه إدارة الحشود تراقب الميدان في هذه الكاميرات وتعطي خبر للب الميدان قواكم الله إن شاء الله شكرا من توظيف النساء النساء بعض البلاغات يكون من أطفال ومن نساء تحتاج أمرأة مثلها للتلقي بلاغها بعض الأحيان يكون في أطفال مبعرفين تصرفون فالمرأة دائما هي الأم هي الملجأ هي اللي تعرف تتصرف مع الأطفال بإمكانها أن هي تأخذ وتعطي في بعض البلاغات إحسان بالعمل فعلا الطفل يهاب الرجال يهاب الأسكري خله مرة ترد عليه وتأخذ كل اللي عنده الحين داخلين غرفة العزمات المناسبات أو إدارة المناسبات تقاش عالي أي لا هذا المكان مخصص لإدارة المناسبات ويطل من الجهتين على الشاشات شك صدر المناسبات مناسبات عندك أي حدث كان مناسبة افتتاح أستاذ كبير في مثلا أمطار في منطقة معينة أي أن كانت المسؤولين يجتمعون في هذا الموقع ويتخذون القرار وفق ما يشوفونه من الشاشات اللي أمامهم ويتخذوا القرار مناسب في هذا الموسم موسم حج 438 الآن متواجد عندنا اللي هم غرفة العمليات في المشاعر المقدسة لقطاع الدفاع المدني والدكتور العقيد دكتور محمد ابو عبات بيفيدنا إن شاء الله عن الدور ترش تذكرت أنا تذكرت المسؤول لما يدق عليه مننا أي كلا دكتور محمد أهلا حياكم الله نحل لكم في مركز عمليات الدفاع المدني بالمشاعر المقدسة هو الذي يعنى بإدارة الحوادث وتنظم الاتصالات لكافة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج كذلك ويناد إشراف على أيضا عاصمة المقدسة بما يتعلق بإدارة الحوادث ككل هذا المركز يضم 21 قناة اتصال للعمل الميداني هي موزعة ومقسمة على كافة المشاعر سواء مشعر مزدريفة ومشعر ميناء ومشعر عرفة وبالإضافة العاصمة المقدسة تضم كمقسمة تقسيم نوعي سواء في ما يتعلق بأعمال الإطفاء أو في أعمال السلامة هتصدق يا دكتور حنا من يوم حنا صغرين ما نحفظ القصيدة واحدة لدفاع المادني لنشهودة باقي الخطوط الأمنية ما نعرفها بس أنتم تدفاع المادني لنحفظوا نشهودةكم لا تك الصح والعافية الدفاع المادني بلا شك هو يعنى بأمن وسلامة وحفظ ممتلكات جميع المواطنين في النظم الموجودة دكتور به عديد حقيقة من النظم التقنية المتقدمة أبرزها نظام إدارة الحوالث نظام الكاد سيستم وكذلك نظام المعلومات الجغرافية وأنظمة تتبع المركبات بالإضافة لأنظمة المتابعة التلفزيونية وهي التي تسهم كثيرا في إدارة الحدث في العمال الميداني شكرا لك أخي دكتور شكرا لك وعنين واجورين شكرا لك اليوم أنا أتأكد أن الموضوع ليس موضوع شبور وشاهي وأجزم وأجزم أن هذا النظام من أن العنظمة متقدمة هو الأكبر على مستوى العالم حتى هذول الشباب اللي يردون متدربين تدريب معين على استقبال اتصالات وأخذ المعلومات بطريقة سالسة دوم يضايق المتصل وأي واحد يتصل هنا دائرك يطلع اسمه واللوكيشن حقه وموقعه على طوض هنا تنظيم الحشود عند القطارات حياكم الله عساكم مع القوة إن شاء الله معانين هنا قاعد المركز الإعلامي يتم تغطية المؤتمرات بالإضافة لأي طرح إعلامي أنا ماني في رامكو ولا شركة جوجل أنا في مركز استقبالة صلاة 911 نتابع عزارة الداخلية الحقيقة نقله لماذا المعايير اللي هنا استمراقبتها معايير جودة المكالمة عند العشر معايير التطبيق حقق الجودة في استقبال المكالمات ماشا الله طبعا هذي قاعتين في قاعتين وقاعتين أخرى قاعتين تدريب وتكاملة تحاكي الواقع اللي موجود في إصالة الاستقبال تدريبهم على استقبال البلاغات وفرحيلها وطبعا عمل تجارب بينهم في عملية استقبال البلاغات إن شاء الله أتمنى أن الصورة النواطية تغيرت وننتظر 9-1-1-9-1-1 في باقي مناطق المملكة إن شاء الله في القريب العاجل فقط في المنطقة الغربية الآن لكن إن شاء الله قريبا في أنحاء المملكة في أمان الله سبحانه سبحانه لكن شكلي بنام فتح ما للحل إذا قمت طرع الصوت سبحانه